اشتركوا في القناة وثاني دجنبير هذا اللقاء الذي نصرف من خلاله الفنانة سلمة حبيبي فنانة شابة متألقة هذا اللقاء الذي سيقرمنا منها أكثر فنانة سلمة حبيبي مرحبا بك شكرا وفرحا بتوجدي معكم في مدينة داقورة الجميلة نحن كذلك فريحين بوجودك ووجودك يعني معظم الفنانين الذين بصموا مصارا فنيا متميزا أولا ارتساماتك حول المشاركة يعني ضمن فعاليات هذه الدورة العاشرة أولا أنا سعيدة جدا بتوجدي في مدينة داقورة هذه المدينة الأصيلة والعريقة اللي مش حالة دي أنا كنت من أنجليها سعيدة جدا بتوجدي فيها كدعمة عدوة في لجنة التحكيم فسعيدة بهذا الشريف وهذه مهمة ماشي سهلة كنت من أنني توفق فيها تلقيت الدعوة دي الحضور بواحد الفرحة والاعتزاز والافتخار كوني عن كون عدوة في لجنة التحكيم وكنت من التوفيق للمهرجان وكان شكرا من هذا الممبر نعم أكيد ستكونين موفقة واختيارك يعني لهذه المهمة جاء يعني بعد مصاري طويل ناجح وإن كنت لازلت يعني فنانة شابة بديت صغيرة أنا بديت على 18 العام تقريبا 12 العام عندي في الميدان الفني كمنتجة كمساعدة مخرج كممثلة يعني كنكتب شوية سيناريو كندير من كولي فني نطرب شوية جميل أن تسقنين مهام مختلفة ضمن مجال السينما لكن النقطة التي أثرت انتباهي وهو يعني كما نعلم جميعا أنك انطلقت من المصرح هو بالضبط من مصرح الطفل فكيف لك بهذه القفزة النوعية يعني من مجال المصرح إلى مجال السينما وإن كان هناك ارتباط بين المجالين الصراحة هو أن المصرح بدت القصة ديالي معاه أنا الأب ديالي مدير مؤسسة تعليمية وكنت دائما كنشارك في الأسبوع التقافي اللي كينضموا الأب ديالي وكنشارك حتى في المؤسسة التعليمية وكن يعجبني ندير الأنشطة التقافية بصفة عامة المصرح وأي أنشطة فأنا كنت أكتف كيعجبني الأنشطة وكيعجبني ذلك الشيء فبديت في المصرح الطفل واخديت جوجد المرة للجوائز من اللي كنت صغيرة مع الأستاذة ديالي رحمها الله أستاذة فاطم الزهراء المقدم اللي كنت تشجعني بزاف وهي اللي اكتشفت الموهبة ديالي كممثلة هي اللي كانت تسجيني لدر ثقافة ودر الشباب وكنت نضموا ذلك شيء فمن بعد في الفترة ديال المراهقة ديالي حبت في الفترة ديالي الإعداد وذلك شيء مبقيتش كان ديال المصرح ومن اللي رجعت للتناوي لقد رأسي أن داك الحب مازال فحاولت نرجع للمصرح رجعت لوملي كونتفصي زيماني رجعت عودتاني لدر الشباب مع الفرقة ديال المحترف الفترة اللي تبارك الله ولت من أكبر الفرق المغربية ودروا مهرجان كبير مهرجان المصرح الفترة شرفوا مدينة تتوان ولا مهرجان دولي تبارك الله كبير فهذا شرف لي أنني كان شوف الناس اللي كانوا كيدروا معي المصرح وصلوا بطريقة كان نجهلوا متحية ماد المنبر صحابي بزاف وفي كل صراحة وفي كل صدق لم تكنت راسي لم تكنت راس كان الفرقة لم تكنت راسي لأن هذا مصرح ليست السينما ليستeless ومدرسة لكنني كان مدرسة فقلت أنا إنسانة سينمائية حتى في صوت وحركة المصرح يريد صوت العلي أريد الحركة ويريد مجهود لا أنا سينمائية يجب أن يكون حقيقة أكثر من المسرح فجربت أنني أفعل كاستنج في دار الشابب فقط لا يوجد كاستنج في دار الشابب فأنا لدي كاستنج في دار الشابب أخذ المخرج مصطفى الشعبي وعطني بطولة فيلم قاسر ثم كانت الإنطلاقة وعطني مخرجين أخرين في مهرجانات مع الفيلم شارك في مهرجانات ودكشي مثل ما بديت المسيرة في السينما فأحبت مصرح وكمة المشوار السينماي والجميل أنه كانت هناك بصمة لرجال التعليم في مسيرتك الفنية في شخص والدك ومعلمتك وما أحوجنا لرجال التعليم من هذه الطينة الذين يزرعون ثقافة الصورة في نفسي أنا صراحة كان بابا يشجعني بزاف حيث بابا يشجعني بزاف حيث بابا رجل التعليم ومول في الأنشطات ومول في ذاكشي يعني كيف تخر بيا كممثلة وكفنانا ما مالا وماما ما عنداش معا نعم إذن بصمتي مسارا طويلا لكن ما ميز أهم ما ميز مصاركي هو بطولة حياة في فيلم الموقودة الذي شكل أكيد شكل نقطة أو غير شيئا ما يعني من مصاركي الفني هل حدثتنا عن هذه التجربة باقتضاء؟ تجربات الموقودة والدور دي الحياة كما قلت كان لم يكن بالأمر الليين لا ماشي سهل حيث أنا داجة مني درت شركة إنتاج حبيبي لي إنتاج درت إنتاج الفيلمين قصيرين باش تدير إنتاج الفيلم طويل ماشي سهلا باش تكون مونتيج مستقل ودير فيلم بفلوسك وبدعم ديالك فأنا درت يعني درت تضحيات ما ممكنش تقبلها العقل في ذاك الفيلم بعت لباقتمو ديالي بعت تحويجي بعت ذهبي بعت كل شيء أنني ننتج ذاك الفيلم حيث تش داك الفيلم بالنسبة لي ما مكنش حاجة عادية داجة كتبتو أنا والطلاقة محمود فريص كتبنا Cheers كتبناها أنوي جمال المشاهد كنا كتبوا بها وكان كتبوا ب كل مشهد وكل ما كانت نقشوا عليها واكتبناها ب aime الله د Tit أننا ندفع ما انا دفع على المرأةgy ما ندفعرنامش على المرأة المغربية دفعناها للمرأة العربية بالصفاء عام لأن الاندفع على المرأة العربية فالمجتمع العربي التي تولد وطا cylinder وطا عليك انها فعل اتت부ار يعني ذلك المراحل دي لحيتها من التحرش من من اغتصاب من استفزاز من ذلك شي كامل المشاكل اللي كتدوز على المرأة لخصنا نحن في فيلم واحد النفاقة أي مشكل كتعاني منه المرأة حولنا ندخله في الفيلم دافعت يعني المرأة العربية من خلال الفيلم ولازلت تدافعين عليها وأنت في لجنة التحكيم خاصة أنه أن اللجنة التحكيم تضم أربع نساء ضمن خمسة أعضاء وهذا شيء جميل في هذا المهرج حتى أنا من اللي شفتها وهدرت مع الأستاذ ناديم قلت له ما شاء الله جميع اللي جنة زماني ساعد شيكي شرف زماني عجبني الحال بزاف نعم شيء جميل سؤال أخير أستاذ سلمان كيف هو حال السينما المغربية الآن أنا الصراحة للسينما المغربية للتلفزيون المغربية وليس كنشفوا حتى قدوم رائع جدا خصوصا خصوصا كنأكد على هذا النقطة ديال خصوصا في واحد سيناريو سيناريو ولا 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 عنا زمان نيفو طالع ولينا كنشوفوا أفلام نيفو ديال السيناريو طالع بلا ما نهضر على التقنيات اللي سبارك الله المهرجانات الوطني ولا الأفلام اللي خرجين دبا في سينما ره مستوى عالي جدا في التصوير في الإخراج في التمثيل كنين موهي بطالعين ما شاء الله ما سيناريو ولا واحد تقدوم ملموس وهذا كخلينا أنا نفتخره كفنانين مغربة أنا كنعتبر سيناريو هو الحاجة اللي كتنجح العمل ولا كتفشله يعني يقدر يكون واحد العمل متكامل كإخراج كتصوير كتمثيل ما يكون أنا كممثيلة يعتوني دور سيناريو خيب وخا أنا في يد الشغل الجمهور ما غادش يحملني فهذا أرجع للفيلم ديلي الموؤودة السيناريو هو اللي خلاني أنا ينقرع شعري وخلاني أنا ينضحي وخلاني أنا ينضربزاف ديلي شوائز كيف عشيتين تلك اللحظة ربما هي كانت اللحظة القاسية ما خاصة أنا تتسبعها من خلال بعض الصور أنك كنت تبكين رحضة تقصي شعري لا هو في اللقطة ديال السيناريو خلاني نبكين حيث أنا كان حلق كي حلقو لي شعري في 8 مارس عيد ديال المرأة لمشي سهلة وكيقرعوا لي بواحد الحجرة حيث كان كون في الحبس وكتوقع لي واحد القصة مع مدير السيجن إلى آخره فكي بواحد الظلم أنا أعتقدت أن ذلك البكاء هو بكاء حقيقيا لا هو كان بكاء حقيقي حيث أنا حتيت راسي في البلاسة ديالحياة السؤال هنا أستاذة سلمة فلماذا كنت تبكين هل كنت تبكين لأداء دور مميز ديمن السيناريو متكامل متجانس أم كنت تبكين في لقطة حقيقية لأنه يتم مقصص شعرك حقيقة يعني ضمن هذه اللقطة لا شو أنا نهضر معك بكل صدق وبكل صراحة أنا هذا تاني فيلم من غير فيلم القانون اللي يحمل عدارة اللي كان في تاخر بذلك الفيلم بزاف حيث كان غير قانون اختصاب القصيرة تنيف المغرب دارولية كريم في مصر الفيلم حتى هو كان أثار علي بزاف كان أثار علي شيء مشاهد فيهم لاموك ودخلت لديك لاموك وبقيت كان حلم وكان غويت فأنا معروف علي أنني في الأدوار ديالي كان أدخل في الشخصية كان أدخل إلى أبعد الحدود فشخصية دي الحياة من كدبش عليك أثارت علي نفسيا نفسيا أثارت علي بزاف من غير لصن ديال حلاقة الشعر فأنا من اللي كتبنا داك المشاهد ومن اللي كان في السيناريو الكل شي عارف سلمة مستحيل أنها تقرع يعني عدت تكون جلداء يكون الماكياج يكون كده حتى الآخر لحظة آخر لحظة والمخرج كيسولني سلمة أووش بالصح غادي تقرعي كان قولوا أنا غادي تقرعي وتوحد ما بغيت المشهد غادي تصور وممتللي معي وذلك كي تسنو الماكياج عيبد يدرلي الجلداء وذلك كي قلت له أنا غادي قلت له أنا غادي تقرع وكانت لحظة مؤثرة جدا لفريق الفني لفريق التقني يعني كتشوف راجل يعني بمستاج وتبارك الله وكي بكي ومن اللي سليت لقيته كوشيكي عن نقنية كوشيكي بوثنية كوشي فرحان بي كانت لقيته مؤثرة وأنا أصريت أنها تكون بالصحة تبغيت نعيش ذلك الحرقة وذلك المعاناة نعيش بهذه الطريقة وتكون هذلك أقل حاجة أنا كانت ضامن مع النساء بسلامواندغة شوز نعم شيء جميل وهذا طبعا النابع من حبك الكبير وعشقك لمجال السينما أنا الصراحة كان آمن بالتضحية في المجال فأنا كي أعجبني أنضحكي ما قلت لك باعتداري باش ندير واحد لإنتاج لواحد الفيلم اللي أنا عجبني فأنا كان آمن بالتضحيات في التمثيل الأدوار اللي كي أعجبوني أنا كاملين كي أدوار اللي يتمرمد فيهم اللي يتعدب اللي ينضحي ما كي أعجبوني الأدوار اللي مبان زوينة ومبان ماكيارج وشاء ما كيأجبنيش نكون صدحية أنا كيأجبني نخلي واحد البصمة نعم زميل إذن مشاهدين الكرام باسم بكم جميعا نشكر الفنانة المتميزة التي طبعت يعني مصارا فنيا طويلا ضمن عمر قصير وهي الفنانة لازالت شابة يعني نتمنى لها مصارا يعني فنيا طويلا ومتميزا الفنانة سلم حبيبي شكرا لك شكرا لكم والله كبر بكم وفرحانة بزاف 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 توجدي معكم اليوم وشكرا كانتمنى لكم تتوفيق النجاح شكرا ما تنسوش تقابونا وفلاشتين وتاكتفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم